هل معنى جميع الآلام اللي تحدث بالجسم ممكن علاجها؟ يعني هل هذا خلي نقول المعنى الشامل؟ تمام، يعني الآلام هي مثل ما قلنا أنواعه وأكو نوع ثالث يمكن ما اتطرقت له هي آلام الأورام السرطانية مثلا هذه يعني حسب الحالة يعني أكو ورم بدايته ينشال ويخلص انتهي الموضوع المريض يرتاح منه إذا تم اكتشاف الورم بشكل مبكر أكو حالات يعني مع الأسف أنه المريض ما يحس على نفسه عنده ورم أو شيء يجي متأخر، يتقدم للمجال الطبي بشكل متأخر فيكون منتشر بها الحالة يكون يسموها العلاج التلطيفي وحدات العناية التلطيفية، بالياتف يسموها فالعناية التلطيفية أنه أنت تحاول تخفف آلامة من هذا المريض مثل سرطان المعدة أو سرطان البانكرياس هذا يعني خلينا نقول جزء آخر من طب الألم هنا نحاول أنه نخفف الآلام ما راح تقدر تشيله للسبب إذا هو منتشر يعني مثلا البانكرياس أو المعدة إذا متغلغل بالأحشاء الدائر مدايرة مرات زملائنا بقسم الجراحي يقولون يا عبا هذا المريض منتشر الورم فبس خفف لنا؟ ما نقدر نسوي الاستعصال الجراحي أبداً لأنه خطر، فايت بشريان الأبهر وشرائين كبرى ممكن يستخدمون كيمياوية وشعاء بس الألم باقي فبهالحالة أكون أشياء نسويها اسمها غلق العقدة العصبية مثلا البانكرياس المعدة ما كان معينة في الجسم يكون بها أورام بها مثل ما يقول لك شون السيركيت ما الكهرباء الجوزة النقطة الخاصة مالتها التي هي مسؤولة عن نقل الإحساس من عدها مثلا هناك شيء يسمى العقدة العصبية البطنية هذه خاصة بالمعدة العقدة الحشوية خاصة بالبانكرياس هذا ما نقدر نسوي لها إذا هذا الموديل يمنى تصير قدام العمود الفقري يعني تقريباً من الطرف الأمامي من العمود الفقري ندخل الفتحات مثل الأبر فيتم كوي العقدة العصبية البطنية أو الحشوية هذه بحالات الآلام الأورام سؤالنا كان عن أنواع الآلام أنواع الآلام هل كل الآلام ممكن يعالجها؟ كل ممكن يعالجها تمام إذا نريد أن تبحر بكل أنواع الآلام سنوصل لها لكن هذه واحدة من هذه الجسمانية مثلاً نعم مثلاً الآلام الناتجة عن السوفانات أكيد المفصل الذي يريده السوفان السوفان هذا نتج عن سبب تقادم العمر مثلاً أكيد المفصل مال أي شخص في عمره السبعين مو مثل المفصل من كان بعمره العشرين يستهلك مثلاً أطول المراجعين والمرضى اللي يدخلونا خاصاً من عمره كبير يعني أسالفوا يا أقول العمي العزيز أنت السيارة تتبدل كل سنت اللي هي حديد فغضروف الإنسان أكيد همين يستهلك وهذا الواقع يعني هذا أقرب تشبيه للواقع أحب أوصل الفكرة به ممكن ترجع هذا المفصل من عمر سبعين إلى عمر عشرين لا طبعاً ما ممكن لكن ممكن تسوي به تصليحات نعم هذه ممكنة التصليحات تكون من خلال التداخلات الطب التجديدي نجيبها من خلايا جسم نفسه اللي هي مثلاً بسوافان مفصل الركبة سطح العظم هذا المفصل بين عظم الفخد وعظم الساق عظمتين يلتقون وأكو بيناتهم غضروف هذا الغضروف صاير بسوافان صاير يعني السمك ماله خفان بمرور السنين فيصير يعني التماس يعني بين العظمتين لأنه ما موجود الغضروف بشكل كافي مدى يغطي سطح المفصل الجزء منه رايح أكو أماكن منه يعني مكشفة تماماً يعني ما بيها غضروف فناخذ من عظم الحوض للمريض مستخلص نخاع العظم جسم الإنسان كل منطقة بها خلايا جسم كل يتكون من خلايا مثل ما الحاية تتكون من بلوكات طابوك نفس الشيء جسم الإنسان كل يتكون من وحدة بناء اللي هي الخلية وكل خلية بكل مكان هي متخصصة أكو خلايا عضلية خلايا عصبية خلايا عظمية خلايا غضروفية ترجمة نانسي قنقر